ازايكم وعملين ايه؟ شركة موتوريلا بتتحفنا بموبايل وحشي جديد من تلفوناتها موتوريلا ايج الفورتي او الاربعين برو تلفون جاي بمواصفات فعلا مواصفات فلاكشيب قاتلة سعر تنافسي رائع وعلى قد الايد في الوقت الحالي اللي بيقابل تدني العملة وانخفاضها قصاد الدولار تلفون بيدي لك كل اللي انت عايزه شاشة كاميرات بطارية معالج قوي فعلا تلفون يقال عليه لميلك كل حاجة مقابل سعر قليل بالبلد كده او زي ما بيقولوا امكانيات ضخمة قصاد سعر تنافسي ورائع هنسترد مع بعضينا التلفون ده وهنشوفه حتة حتة وهنشوف الامكانيات اللي بيقدمها لنا والنقاط القوة بتاعته والضعف وسلبياته وإيجابياته هحط ما بين ايدين حضراتكم معلومات كافية ووافية عشان تقدر تتقرر اذا كنت عايز تشتريه ولا لا يلا مع بعض هنستعرض التلفون الرائع اللي من شركة موتوريلا وهو الموتوريلا الاجي الفورتي برو الجديد يلا عايزين مشاهدين تقول لي مكاني ازايكم اخباركم ايه رابطوا بخير اهلا بيكم في حلقة قديدة من حلقة من فاندر تكنولوجيا معلوماتكم معاكم اخوكم عشو تتطفق معايا او تختلف ستظل موتوريلا من الشركات العريقة والقديمة في علم او في تكنولوجيا الموبايلات والتلفونات المحمولة الزكية النهاردة تلفون اللي معانا موتوريلا ايجي اربعين او فورتي برو جاي فعلا بمواصفات فلاكشيب قاتلة ورائعة وربنا لو اداني العمر ان شاء الله بازن الله هخاطب الشركة ولو جات التلفون ده هنا عشان ناخد واحد منهم ونعمله انبوكسنج ورفيو لان فعلا التلفون ده انا متحمس له جدا خاصة ان بتاعه فيه عالي جدا جدا وفي نفس الوقت القيمة بتاعته السعرية قليلة وصد التلفون اللي بيقدموا التلفون ده قبل ما بتدي اسرت في التلفون نبتدي نرجعه عشان الوقت ما ياخدناش مش هنسى يكون مرة وصح لكم ما تنسو ناشى السابسكرايب اللايك شير اه الكمبينس وزر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجي لكم كل جديد صندوق الوصف اسفل الفيديو فيه لينكات من شركة الجميع خش وخد فكرة ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة يلا مع بعض نبتدي نراجع التلفون اللي معنا النهاردة موتوريلا ايج فورتي برو او اربعين برو يلا بنا التلفون في التصميم بتاعه مستطيل الشكل مع حدية الحواف الجانبية يمين وشمالي واخد الكيرف بتاعها مع الشاشة مع وجود هول بانش الكاميرا الامامية في المنتصف في الاعلى اما من الخلف ففيه مربع اقصى الشمال في الاعلى طالع ببروز بسيط جدا فيه التلات كاميرات ويهي الفلاش بشكل شياكة قوي في نفس الوقت الضهر ده ما بيبصمش وعالمة موتوريلا في المنتصف في ضهر الموبايل ده الموبايل ده اعلن عنه في ابريل عشرين تاتة عشرين تحديدا اربعة ابريل عشرين تاتة عشرين بتدى يتطرح للبيع في نفس اليوم ده في شرق اسيا وهيبتدي ان شاء الله بازن الله يتطرح للبيع في الشرق الاوسط ومصر على شهر خمسة او ستة اللي جاي ان شاء الله بازن الله ابعاد التلفون مية واحد وستين فاصلة اتنين اربعة وسبعين فيه تمانية فاصلة ستة ملي متر بوزن مية تسعة وتسعين جرام تقريبا او قوله ميتين جرام تقريبا التلفون ده من الامام طبقة الحماية تبقى جوريلا جلاس ذيكتس مع الازاز الفريم اه الضهر من الازاز والفريم من الالمونيوم والضهر برضو مبطن بجوريلا جلاس ذيكتس الحامية للتلفون ده التلفون ده فيه ميزة رائعة جدا انه بياخد شريحتين اتصال من نوع النالو ومش بس كده كمان وبيدعم الشريحة اللي هي الاي سيم او الاي الكترونيك الاي س اي ام تلفون ده نازل بمعيار الاي بي سكس ايت المضاد ليه الاتريبا ويه المية على عمق اه متر ونص المدة التلاتين دي او دي حاجة روعة فيه التلفون ده نازلة بيه موتوريلا جديد في تلفوناتها مواصفات الشاشة بتاعتنا قلد مليار لون تردد مية خمسة وستين هرتز بتاعها وبيدعم في الصورة ودي حاجة روعة جدا في تصميم الشاشة دايات بساحة الشاشة ستة فاصلة ستة سبعة انش نقوة استحواز تسعة فاصلة خمسة في المية عشان طبعا مفيش خالص حوالين التلفون دوت او في الشكل بتاعه في الوجهة بتاعته الشاشة الف وتمانين في الفين وربعمية بيكسل بسبيكت ريشو عشرين تسعة ببيكسلات تلتمية اربعة وتسعين بيكسل لكل انش بطبقة حماية زي ما احنا قلنا من النوع نيجي بالنسبة بقى للسيستم اللي نزل بيه هو اندرويد تلتاشر مع الوجهة بتاعته اللي هي بتاعت موتوريلا اه اليو اي اه بتاعته التلفون ده بيدعمه او في معالج من شركة كوالكم سناب دراجون اه تمانية الجيل التاني الميعتمده بتاعته وده اكتاكور او تمان انوية النوارة رئيسية بتاعته او القوية بقوة 3.2 جيجايرس كورتيكس اكس 3 وده مسمى بتاعها النواتين المتوسطين بقوة 2.8 جيجايرس كورتيكس اي 715 والاتنين التانين المتوسطين برضو بقوة 2.8 جيجايرس كورتيكس اي 710 اما التلات النواة المغفر للطاقة فاجاءة بقوة 2.0 جيجايرس كورتيكس اي 510. التوليفة الرائعة الجميلة دي بيدعمها او وجود كارت شاشة جي بي يو من النوع الايدريني 740. للأسف التلفون ما بياخدش ولكن عزقنا انه بينزل منه نوعين من الزاكرة اما امتين ستة وخمسين او خمسمية واثناشر جيجا بايت من نوع يوف اس اربعة فاصلة زيرو اللي هو اخر حاجة اجدد حاجة اللي بيدي تداول وصورة بيانات سريعة جدا وقوية جدا ممثلة او شبه بالزبط اللي موجودة في الايفون رامات بتنزل مع التليفون دوت اتناشر جيجا بايت رام مع الزاكرتين وقبل الازيادة بستة جيجا بايت رام من النوع طيب نيجي بالنسبة بقى كاميرات الخلفية فالكاميرات الخلفية هم تلاح كاميرات اقوية جدا الكاميرا الرئيسية او او آآ بيكسلات تمانين آآ آسف خمسين ميجا بيكسل فاتح怖 вас واحد فاصلة تمنية 별 Difficult والو Priest او التزبيت البصري اما الكاميرا الالترا فهي خمسين ميجا بيكسل فاتح اتنين فاصلة اتنين وده بيدعم والangenализاء والباد lake if والوا اس تزبيته البصري الكاميرا التليفوتو فهي اتناشر ميجا بيكسل فاتبعات سواحد فاصلة ستة بالدعم بي دي اف اوبتيكال زوم اتنين اوبتيكال زوم كاميرات روعة ونازلة بقوة وزي ما بتقول الشركة من احتس واروع الكاميرات اللي نازلة في التليفون ده مع وجود دول ال اي دي فلاش يعني دابل فلاش او اتنين فلاش بيدعموا تصوير بانوراما واتش دي ار وتصوير الفيديو بيوصل لتمانية كيه في التليفون ده بفريم تلاتين فريم بير ساكند او اربعة كيه بفريمات تلاتين وستين فريم بير ساكند الكاميرا الاممية الخرافية الروعة فهي جاية بستين ميجا بيكسل فاتب عدس اتنين فاصلة اتنين بتدعم بدي اف وبتدعم تصوير ال اتش دي ار بتدعم تصوير فيديو اربعين كيه بفريمات تلاتين وستين فريم بير ساكند كاميرا فعلا خرافية امامية بالنسبة لي طبعا السماعات اكيد طالما فلاك شاب بيبقى جيد السماعات هتيجي من الاسفل للعلى ومن نوع استيريو وما فيش مكان لتركيب الجاكت 3.5. وحدات الكمونيكيشن بقى احدس ولا حرك فهي مثلا الواي فاي تراي باند ونازل باحدث حاجة مش 6A لا 7 كمان البلوتوث 5.3 الجي بي اس ديو الباند الان فسي طبعا اكيد موجود الراديو مش موجود ويو اس بي من نوع تايب سي 3.2 بيدعم الاوتو جي. اما بالنسبة البصمة فهي اسفل الشاشة اوبتيكال مش التراسونيك. وبتنزل اه اه فيه طبعا جميع السنسورز اللي الموجودة وبيدعم اه التلاتة فاصلة خمسة بتاع السنسورز اللي موجودة على جميع التليفونات. البطارية بتاعته بتجي من نوع ليثيوم 4600 ميلي امبير والشاحن اللي معاها الروعة مية خمسة وعشرين واط. شاحن بقوة سوبر با اه اخر سيستم التلاتة فاصلة زيرو والكويك شارج خمسة بيشحن خمسين في المية في ست دايق ومية في المية في تلاتة وعشرين دقيقة. مع وجود طبعا شاحن الى سلكي خمستاشر واط. سواء بالوايرلس او الوايرد او عن طريق الكابل يعني خمسة مات واط. دي حاجة كويسة وقوية جدا بالنسبة لفلاك شيبزة ده. التليفون بينزل منه لونين فقط. الاسود اللي بيدي شكل اللي معاين انتم شايفين او المطفي قصد اسف. والبلو او اللونر بيسموه بلو اللي بيدي الشكل الروعة في التليفون ده. التليفون ده تقريبا نازل بتسعمية اه دولار. اه تسعمية يورو اسف. يعني تقريبا احنا بنتكلم في وقت تسجيل الحلقة دي. اه بسعر الدولار دلوقتي الرسمي تقريبا بنتكلم في واحد وتلاتين الف آآ جنيه مصري. سعر مش حالي خلص في وسط التليفونات والهطل اللي بيحصل انا ياسف طبعا في وسط الزيادة البشعة في سعر التليفونات. ولكن آآ سعر مناسب جدا للامكانات اللي بيقدمها التليفون ده خاصة ان هو جاي في اعلى سكور في المنصة انتوتو آآ بدرجة كم نقطة بالزبط مليون ميتين تلاتة وسبعين الف سممائة اربعة وستين نقطة من النوع الفي ناين يعني التليفون ده جايب اعلى معدل نقطة على مستوى التليفونات موازين ومساوين للفلاكشيب اللي موجود دلوقتي بالزبط. لانتين عشان ما نطولش على الحلقة يا رب تكون الحلقة عجبتكم ومعلومات وفيرة جدا مرحب جدا باي اتصال او اي آآ تواصل من اي نوع حتى لو في الكومنتات ولل رأيوكم ايه بالزبط شكرا جدا لحص الاستماع ما تنسوش سبسكرايب اللايك في كل مكان. زر الجرس وصمحتوا مفعلوش هجدكم كل جديد وتعرفوا كل جديد اول باول. آآ سندقوا الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا في لينكات من شركة جوميا خش وخدوا فكرة. ويهي بتاعي الجديد خشوا بصوا عليه. آآ من البلوج هيعجبكم جدا جدا. وهتلاقي سايب لكم طبعا اللينك بتاعه موجود عنده حضرتكم. تاني مرة شكرا عن الحصن استماع حضرتكم.